ضيفت لجنة الأمن والدفاع النيابية وزير دفاع نجاح الشمر وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة استيراد القنابل الغازية المسيلة للدموع ومناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة وذكرت لجنة في بيان أن اللجنة ضيفت أيضا معاون رئيس أركان الجيش للميرة وأمين سر الميرة بالإضافة إلى مدير مديرية العتاد وأضف أن الإصدافة تأتي لمناقشة موضوع استيراد القنابل الغازية المسيلة الدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين وكذلك مناقشة الأحداث الأمنية الأخيرة التي رافقت التظاهرات السلمية والوضع الأمني العام للبلد